طيب الدكتور يعني علشان الكلام عن التعزيز المناعة وتقوية المناعة خلينا بس يعني في عجالة كده نقول بالنسبة للسليم زي عزز مناعته أو إذا كان فيه فيتامينات ياخدها وبالنسبة للأصيب بالفيروس المخلوي التنفسي إيه اللي ممكن يكله أو يعني يكون هو غذاءه في فترة المرض خلانا قلنا حضرتك للسليم إحنا قلنا جهاز المناعة بتاعه بيعتمد على ثلاث أزرع رئيسية التغذية الصحية السليمة من خلال التناول والخضروات والفواكه بكميات كبيرة طول اليوم شرب المية بتوفرة وخصوصاً إن إحنا بننسى المية بفصل الشتاء ما ننساش نشرب كميات من المية من 2 ل 3 لتر في اليوم يعني لو تشرب 2 لتر 2 لتر ونص يبقى كويس قوي ممارسة الرياضة بشكل مستمر بالثلاث مرات في الأسبوع كل مرة لتقل عن 40 دقيقة في الهواء يتمشى كده شوية وبعدين بنقول إن البعد عن الزراع الثالث وهو البعد عن الضغط النفسي والتوتر والحاجات اللي ممكن تسبب انخفاض في مناعة الإنسان ده بالنسبة للشخص السليم الشخص اللي عنده المرض يلتزم بالأدوية الخاصة بتاعته وما فيش مانع لو الدكتور كتاب له على فيتامين سي لو هو مش قادر يأخذوا في الأكل بتاعه اللي هو زي البرتقان واليوسفي والجوافة ومش قادر يأخذوا بشكل منتظم ممكن يأخذ فيتامين سي والأوميجا سريء اللي بيقوي من جهاز المناعة لحين فترة المرض دي متعدي وبعدين يرجع لطبيعته وتناول الأغذية الصحية السليمة الدكتور طب في كلمة أخيرة كده نقدر نقول إنه الفيروس المخلوي التنفسي مش مخيف للدرجة اللي الناس بتتكلم عنها وإنه زيه زي الأنفلونزا أو زي كورونا اللي بقت في الوقت الحالي إلى حد كبير مش بنفس الفزع اللي كنا بنشوفه أول ما ظهر الفيروس أو أول متحوراته يعني يمكن السيطرة عليه ويمكن التعامل معاه ومدة المرض يعني مدة الإصابة ما بتبقاش طويلة كلام حضرتك مزبوط وجزء كبير في إنه هو ما هوش مخيف ولا مقلق إنه هو جاي بعد وباء مخيف فالناس بطبيعة الحال عندها وعي على الإجراءات الوقائية الناس عارفة الإجراءات الوقائية أصلا وعارفة يعني إيه كمامة ويعني إيه يعني عايز أقول لحضرتك لو كنا المخلوي ده دخل قبل ما تخش الكورونا كان أكثر الناس أكثر خوفا منه إنها ما كانتش لسه كانت ده أول تجربة بيها لكن عشان إحنا خارجين من تجربة تعلمنا فيها يعني إيه دولات احترازية يعني إيه إن ناخد الأدوية ويعني إيه مضاد ضحاوي ويعني إيه كمامة ويعني إيه تباعد فالناس نوعا ما جاي لها حتى لو الفيروس ده كان شوية أصعب من الإنفلوانزة لكنه برضو إن شاء الله أخف من الكورونا بكتير ويعدي على خير بإذن الله